السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعليم اران دمع ام نعمة سنكمل معكم هذا الموضي بدأت معكم من الأول من كيفاش نفتح الناس في الطوق ومشينا خطوة بخطوة حتى وصلنا للزواق في هذا الفيديو سنضر معكم الزواق ونوري لكم حتى كيفاش نهبط هذه الفيطال تنضيره في العنق كيفاش نوريها لكم اخرى من الاول ندلزل الزواق بالنسبة للزواق سهل ومسيط ونوريه بالنسبة للاخوات كيفاش نفتح الانق لاني كنت اخدمتها معكم في الفيديو قبل من هذا ولكن شوفوا هذه التطيحة يعني هادا كستر لتنضير سنوري لكم في هذه الجهة كيفاش نديرو لك نوري لكم كيفاش نطيحها كوكرا نضاون ميلوها نوري لكم كيفاش نديرو الفينيسيون تنبيه لفتح العنق و ندزل الزواق نتبت التوب كنا خدمنا اخوتي ايران لدي الفتح العنق من الداخل سنكملوا على هذه الخدمة انا لم اكملتها معكم في الفيديو قبل من هذا غير لحقاش للفيديو طويل سنكمل هنا قبل الزواق من اللي كنطلع القياس اللي عندنا في الفتح العنق سنجيو دبافين وصلنا كنخليوا بعدها في توب كنخليوا قياس شجو سنتيم هاد الطريقة اللي غندير معاكم ماشي بالدارورة غديروها غير في هاد الراندة غديروها في اي راندة تنكملوا الخدمة عادي كيف هاد الراندة اكي راندة اخرى داروري كنبغيوها كنطيحوا واحد شوية يعني نميلوا الراندة غير باش من اللي يركب القب تدين الخدمة تبقى مزيانة عندما كنبقى نخدم اخوتي ستر باش دينا هاكو الراندة ميلة بالنسبة لهاد العرض هاد غنطيح غير بجوجع ويناتي لك العرض كتر من هادر نطيحه بكتر كنخدم حتى الاخر وكنخلي جوجع وينات الاخرين ما كنخدمش فيهم ونرجع مع الستر كنرجع نخدم الخدمة ديالي عادية اي زواقة كانت عندكم سوف نرجع مع الستر خدمة ديالي عادي انا عندي هاد الخدمة انتم تقدروا تكونوا ديرا شي خدمة اخرى ما شي مشكل بنفس الطريقة نطيحوا هاكو عوينات سوف نضيف الفصالة هاكو كميلة خاص حتى الخدمة جيميلة عنده مخدم تحت بقوية جوجع وينات خليته معه الثاني وارجعت مع الستر سوف نكمل الخدمة عادية ما نصل عند التوب نشد في التوب ونرجع مع الستر هنا غلف نقص نشد في التوب نشد في التوب نرجع مع الستر هنا غلف نقص نغلف سوف نرجع ثاني من هذه الضغيجة نخلي عود ثاني جوجع وينات ونرجع والخدمة التي تكون عندنا في الجنب نخدمها عادية كانت كورما نخدمها كانت شي زواء اخرى المهم كيف مما كانت زواء قدير وهذا الطريق انتم ما كانت زواء قدير عادية سوف يبقى الجوجع وينات نخليهم ونرجع نشد في التوب المهج وانتظر من السنتجين أرغب الضغيجة سوف ننحب السبب سوف نقص نقص أرغب الضغيجة ننزل من السنتجين الضغيجة سوف ينزج ما تجمع جميع نبدأ نواز قم المهج تترجع عادي حتى الاخر عوينة هذا الشكل تنبله نجد تحت الخضراء نجد الفتحة تنبله نضر لكم كيف نقص هذا الشكل نضيف قياسة نضيف قياسة نضيف عادي حتى الاخر نضيف نقص الثوب نقص الثوب نقص الثوب القياس 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 ننبل ننهز 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 ندخل هاك في هذا التوب لفوق اللي مدول ونخرج الخيط. انتو ما شوفوا اخواتي الطريقة. انتو ما اخواتي غنهز تحت فين خارج الخيط نهز واحد شوية في توب وندخل يتم تقرير اخواتي من خارج الخيط داخل الخيط. انتو ما شوفوا اخواتي من خارج الخيط داخل الخيط من خارج الخيط سوف تنبلي هذا الشيء سوف نتبت الخيط حتى المرة نقطع الخيط نقطع الخيط نقطع الخير نقص من التوب نقطع الخيط نضرب حرير نضرب حرير نضرب حرير نضرب حين فتحة نقرض لكم نضرب حرير نضرب حرير ندخل الحرير التوب فوقاني اللي متني. بش يجي الخيط مدفون. سوف نكمله. بحلها يقوب هادا الطريقة. هتنبيل اخواتي تيجي الخيط مدفون ما كيبانش. ننزف التوب ندخل البراء في التوب اللي متني من الفوق ونخرجها. اخواتي هادا الطريقة. ما كيبانش الخيط نهائيا. اخواتي هادا الفينيسيون دي الفتحة دي العنق. بالنسبة لأخوات المبتدئة. هنتم هذه الفتحة تجي لها تشكل. شوفوا اخواتي هادا التنزيل اللي نزمنا فرانتا. احتى هي تجي مزيانة. هادا التنزيل اللي خدمنا داك السانتيم اللي خدمنا قبل ما نقلبه. راها قطل لكم راها من الزواق. راها اللون في اللون. زوقت بالحرير مبروم على جوز شعرات. احتى هادا نصف التوق راها مبروم على جوز شعرات. هنجي اخواتي التحت. نجيها فلنخدم. ننتبت بعد الحرير. من هالشي عوينة اللي غن نخدم فوقها من بعد وما تبهنش. سوف نجيل هنا. ان نبدو من الأحسن نبدو هنا. بالنسبة للأخوات المبتدئة. بدو من هنا. باش ما تضخوش. اغنجيها هادا العوينة هادا. شفتوها. شفتو ما بين دوك جوج عوينة كين واحد العقدة. ديك العقدة يعني دربة تحت كين واحد العوينة هي هادا اول عوينة اللي غنشت فيها. ونقعب لها مع هادا العوينة هي من تخرجوا البراء. نحسب دابة. نخلي هادا العوينة اللي خرجنا من هالخيط. ونحسب واحد. شوج ثلاثة هربعة. ندخل البراء في العوينة الرابعة. ونخرجها من العوينة اللي حدى اللولة. هننزله ميليين مع نفس استار. هننت. هذا استر هادا غنشي مع هادا مع هادوك العوينة اللي في نفس استار. وبنفس طريقة. غنحسب عود ثاني. احتى هنر تنمشيه مع هادا العوينة هادا. غي العوينة اللولة كنشدو الحساب ديانا وكنننزله مع نستار. حسب عود ثاني في العوينة الرابع ندخل البراء. نخرجها في العوينة اللي حداها. بهادا الطريقة. نحسب عود ثاني. في العوينة الرابعة. ندخل البرا. ما بغيت تحسبه. حسبه غير الفل اول ومن بعد نزله مع نفس طر. ونحسب هات سطورة هادوش حالي يجيونا. سوف نبقى غادي. ننزله مع ذوك العوينات. نحسبه في العوينة الرابعة. ندخل البرا. مضروري اخوتي باش يجينا الزواق صحيح. خاصة حتى الخدمة تكون في اللو والغادية صحيحة. ما يكونوا مشفيع الأخطاء. باش ملينجيو بغيو نزوقه هنا الزواق مزيين. هنحسب هات السطورة هادو. واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعود عشرة احتاش اتناش تلتاش. هات السطورة اللي غنردها هو تلتاش. هات السطورة تلتاش. نزيد اربع تاش. إذا قدرت في نفس القياس اللي قدرت اعنار هات السطورة الفكرة. اخوتي هاد هي اللاخرة. مهم القياس جاة ني خمسةاش. هات السطورة خمسةاش. فكرة سنزلج الجيهة اللي يعلي من. ضربة ونشتف العين نخرج البرامن بنفس الطريقة نحسب 1.3.4 نقوم بسطر المصدر نقوم بسطر المصدر نكمل الخدمة عادة نقوم بسطر المصدر ترتفع عن ن Paci اوiqué اول مرمى ثم نقوم بسطر المساعد نلفط المرمى سوف نبقى نازدين حتى نصل على الثاني إلى هذاك الرأس أنتم هنا العوين بحل ما بدنا منها في الأول سوف ندعون الوضع إلى الناس سوف نقوم بالنزل إلى الوضع سوف نقوم باشدين عوض تاني ندعون حتى نقوم باشدين عوض ثاني سوف نكمل الخدمة عادية بالنسبة للحرير يزوقنا بها رمبرو مغير على جوش شعرات سوف نقوم بها رمبرو مغير على جوش شعرات دعونا هذا الضربة للوصف ونمشيه مع نفس السطر ونخرج البرة من هذه العوينة سوف نحسب في نفس السطر نمشيه 1 جوج 3 4 في العوينة الرابعة ندخل البرة سوف تبقى الضربة اللي بنات من ضربة يعني عقدة ماشي عين سوف نطلع مع هذه السطر غير ما الذي نشتفه في الأول حسب سوف نطلعه غير مع نفس السطر نكمل أخواتي بنفس الطريقة سوف نقوم بسطورة كاملة كي تزدهد السواق مع هذا سوف ندخل الوصف سوف نقوم بوزة الصغيرة سوف نحسب الضربة 1 جوج 3 4 5 الضربة الخامسة سوف نغلف سوف نغلف الضربة الأول سوف نطلعها CA 1 جوج 3 4 5 سوف نضع يطلع محل ونغلفها. هاكوها اخواتي بقاوا تديروا بقاوا هاكو الطبعة وفنيتات بقاوا تخدموا تجيك مخدمة سهلة. سوف ادخلت البرامل هنا. غنغلف هاد الدربة اللولة. هي الخامسة. واحد جوج دلاتة اربعة خمسة. غيباش نتأكده. غنغلف هاد الدربة. الثالث. غنغلف ثلاثة ضربة. نقوم بقاوا نزيل مادوك سطورة المياه اللي علي من اللي على يصرف حال هاكو. هاد الدربة الرابع. الخامس. نقوم بقاوا نخدمه. نتقابله مع تستر هذا. هذا هو السادس. تجيون اسبع. وهذا اللي مقابل مع هذوك القنيتات هو السابع. سوف ادخل ندور رجع ونسدف هذيك القوزة. هذا اللي هو السابع. هذا اللي دار دابا هو السادس. اللي غن يردابه هو الخامس. ها الرابع. ها الثالث. نغلفه فيه ثلاثة ضربات. سوف ندور داب التاني غنغلف فيه غير جوش ضربات. واللورة نغلفه فيه ضربة واحدة. سوف نقلبه فيه الثلاثة. سوف نتمنى الشرح دي اللي يكون واضح. سوف نقلبه فيه الثلاثة. سوف نقلبه فيه الثلاثة. سوف نجد هنا. قريبا باش نتبت الخيط نزيان. سوف نقطع الخيط. وصافي اخواتي. هذا هو التوق دي عنا. هادي جليل يبع بالتوبجي الكريب. برناها بقوزة الوسط. اجناب القرميل. أريد لكم اخواتي كيف نفتحه نصف التوق. أريد لكم كيف نخدمه. أريد لكم فتحة العنق. الفتحة العنق لك تزوقه واحدة بنفس الطريقة. كتديره غير النص بحالها كوك تخدمه. أريد لكم اخواتي القياسات كامين. سوف ترون الفيديوهات قبل. اذا اعجبتكم هذا الرانده. هذه الرانده تبقى دائما مطلوبة. كجي سامبل. خلصا كوالدرت لون في اللون. يمكنكم تبدل الوسط. القوزة. وحطيتها في القفطة. القفطة القرونة. لدينا مبرا. الوسط. لدينا العقيقات. حتى هي مزيانة. وصافي اخواتي. لا تنسوا لايك للفيديو. اذا لم تشاركوا في القناة تشارك. مرحبا بكم كامي في قناة تعليم رانده مع ام نعمة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. السلام عليكم.